أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه على الرغم من إبلاغ عن عدد قليل من الإصابات بجودري القردة في الإقليم إلا أنه لا يزال معرضاً للخطر وأضف في مؤتمر للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أنه يتم العمل مع البلدان وشركاء على زيادة مستويات التأهب فقبل بضعة أيام أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تفشي جدري القردة في عدة بلدان بوصفه طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً وفي إقليمنا سوف يساعدنا هذا الإعلان على تعزيز الوعي بالمرض وحشد المزيد من الاستجابة الجماعية في التوقيت المناسب ونحن نأخذ هذه الطارئة الصحية العامة التي تسبب قلقاً دولياً على محمل الجد ونتعلم من الدروس المستفادة من استجابتنا لمرض كوفيد-19 وعلى الرغم من الإبلاغ عن عدد قليل من حالات الإصابة بجدري القردة في إقليمنا فإننا لا نزال عرضة للخطر ونعمل مع البلدان والشركاء على زيادة مستويات التأهب وفي الوقت نفسه دعم الاستجابة في البلدان التي لديها حالات إصابة مؤكدة وقبل بضعة سابيع قدم إقليمنا مجموعات أدوات تشخيص لقدر القردة في التوقيت المناسب ولله الحمد إلى عشرين بلداً لتحسين التأهب وسد الفقوات في الكدرات الحالية للترصد والكشف ترجمة نانسي قنقر